سنة 1598 حصل عاصفة جديدة واللي بسببها خرجت خيرات البحر للشاطئ من الخيرات دي ظهرت حرية البحر قدام السكان واللي كانوا بيبصوا عليها مش مصدقين ان الحريات مش قصص خيالية أخدها يانغ سون كان ناوي يديها هدية الحاكم البلد الجديد الحاكم كيم دام يونه واللي فعلا وصل على المكان قاله انه هو حيوريله حاجة عمره ما شافها في حياته الحاكم لما عنيه وقعت على حرية البحر كأن حاجة هزته يانغ كان فخور جدا انه هو يملك حرية البحر قاله انه احنا نقدر نستخرج من جسمها افضل زيت ومش كده وبس كل دمعة بتنزل من عيونها تتحول للقلق الحاكم قاله انه هو عارف تاريخه وقديه انه هو عنده اخطاء ممكن يتحاسب عليها الاخطاء دي توصله لدرجة الاعدام قاله حل واحد لنا سيبك عايش ان انت تسيبلي الحرية اخدها معايا يانغ ما كانش عنده حل تاني يغير انه هو يوافق الحاكم اخد الحرية ما كانش ليه غرض غير انه هو يفرج عنها عايز يرجحها تاني للبحر اللي جات منه في اللحظة دي يانغ قرر انه هو ينتقم من الحاكم واللي اخد منه الحرية غصبا عنه الحرية اخدت حريتها لكن مدت ايديها وهي في المياه للحاكم كان غرضها اللي هو يمد ايده ويلمسها وفعلا هو عمل كده كان القرية قال لي يانغ ان اللي يلمس الحرية يتعلق مصيره بمصيرها وحيتخلق بينهم حب حيفضل مدى الحياة مش هينتهي غير بموتهم يانغ كان سعيد جدا لان معنى كده انه هو لو وصل للحاكم يقبى هيوصل للحرية مئات السنين مرت جون جاي محتال كبير موجود جوا البلد وليه اتنين صحاب بيساعدوه جون امدوه جون جاي فعلا عنده قدرة على اخداع الاغنياء والنصب عليهم وغير كده بيقدر يقصر على اللي قدامه عن طريق التنويم مغناطيسي خدعته اللي بتسهله دخول اي مكان انتحل شخصية النائب العام وتعامل مع سيدة اعمال واللي كانت عايزة تدي رشوة علشان تخلص ابنها من التحقيق بعد ما تسبب في انتحار زميلي في المدرسة وهو انتحل شخصية النائب العام وساعدوه اصحابه وخاصة انتايقه عبكر التكنولوجيا قدروا يخضعوها واخدوا منها مبلغ كبير جدا حولته على حسابه بعد ما خلصوا عملية النصب كل واحد فيهم بيقضي اجازته في حتة مختلفة عن التاني طبعا دي خطتهم لغاية ما الامور تهدى جون جاي سافر علشان يقضي الاجازة على المحيط كان عايز يعيش كم يوم في هدوء لكن حياته تقلبت لما سمع صوت جوه قطه لقى المكان متبهدل جدا والاكل مرمي على الارض وتفاجئ بوجود بنت ما بين هدومه في الاول اتفزع منها ولما حاول يبعدها عن لبسه ضربته ضربته بمنتهى القوة اكتر من مرة لدرجة انه استسلم البنت الاول ما شافت المحيط عايزة تنزل فيه لان اصلها حورية كانت عايشة حياتها جوه المياه طول عمرها ولما حصلت عاصفة جديدة طردتها الامواج على الشاطئ وبعد ما فاقت اتفاجئت ان ادلها تحول لرجلين البنت البريئة كانت قدام جون جاي لكن هو مش شايف غير بنت حرامية دخلت قطه شايف في ايديها حاجة سرقتها ومش قادر حتى يفتح ايديها وبعد كده اكتشف انها سرقت حب تفاكها بيبصلها ومش مصدق شايفها حرامية غريبة جدا صورها واتصل بالشرطة علشان يجوا ياخدوها ولما خلص منها بيفتح صورتها لقى في ايديها اسورة من الاسور بسرعة ارسل الصورة لجون نام طلب منه يعرف تاريخ الاسورة البنت كل شيء كانت بتشوفه الاول مرة في حياتها العربيات والناس والشوارع وفي الاسم ما كانتش بترد عليهم هي اصل ما عندهاش مفرودات علشان تتكلم لكن طبعا اللعب باي حاجة حواليها كان هدفها جون جاي وهو مع صديقته من جي عرف ان الاسورة دي عمرها 400 سنة فورا راح على الاسم علشان يخرج البنت البنت اللي ما يعرفش حتى اسمها وهناك قدر يخضع الشرطي عن طريق التنويم مناطيسي اخد البنت وكان عنده هدف واحد انه ياخد منها الاسورة لكن هي رفضت حتى تسلم عليه ما بتلمس اي حد قرر يغير خطته وياخدها معاه يعزمها على الغداء ويشترى لها هدية وبعد كده طبعا يسرق منها الاسورة لما لاحظ انها ماشي حافية من غير جزمة في رجليها وكانت رجليها مجروحة جدا اخدها واشترى لها جزمة جديدة البنت حتى مش عارفة تلبس الجزمة فين جون جاي لبسها بنفسه الجزمة وكمان اشترى لها فستان جديد وبرضو مش عارفة تلبسه ازاي بعد كده عايز يخلص منها في اسرع وقت ممكن اخدها على الغداء علشان يقدر يسرق منها الاسورة بيبص لها ومش مصدق ازاي بتاكل بطريقها مجية بالشكل ده طبعا كان محرج منها جدا قرب منها على اساس ان هو يعلمها تاكل ازاي وفي الوقت ده سرق منها الاسورة ومهمته انتهت على كده سابها وقال لها ان هو يرجع لها تاني اخد شنطته علشان يسيب الفندق خالص ويستنت كتير وهو في طريقه علشان يهرب كان جواه حاجة بتشده ليها رجع لها تاني لقاها قاعدة تحت المطر منتظرها حطت الشمسية عليها ومدت ايديها ليه ومسكت ايده وفي اللحظة دي تعلقت روحها بروحه زي اللي حصل من مئات السنين الحلقة التانية الحاكم قابل للحرية مرة تانية عرفته ان هو قرأ افكارها وهي طلبت منه ان ينقذها اللي اتنين اتفقوا ان هم يتقابلوا تاني وده ما يقباش اخر لقاء بينهم عمل بينهم اشارة اول ما هي تشوفها تقرب على الشاطئ في الوقت ده جون ناي خلاص اخد اللي هو عايزه منها لكن طبعا كان بيشدوا ليها حاجة غريبة بيرقبها هوية بتتعامل مع الاشياء كأنها اول مرة تشوفها اخدها القوضة في فندق وهناك لاحظ ان هي بتبصره بشكل غريب اتوتر جدا قال لها اقعد تفتكر انا معجب بيكي وعلشان كده اخدتك معايا على هنا كان تقريبا بيزعق ليها وهي في نفس الوقت معجبة بيه وهو في نفس الوقت مش فاهم هي ايه ما عندهاش اسم ولا عيلة البنت لما كانت بتشوفه بيتفرج على فيلم اخدت منه الجهاز بتهزه على اساس ينزل منه الناس اللي بتتكلم هو زيق منها سبهولها ودخل نام ولما صحي الصبح لقاه لسه بتتفرج ومرهقة جدا جاله تليفون من جو نام ان سيدة الاعمال ارسلت وراهم رجالتها وان هم معرفوا مكانوا ما كانش قداموا حل غير ان هو ياخد البنت ويهرب في الوقت ده هي كانت حاسة بالسعادة في وجوده معاها وهو كان بيحاول يخلص منها طول الوقت البنت عندها قوة في القتال ومن غير ما هو ياخد باله كانت بتحميه في كل مرة قدروا يخلصوا من رجالة سيدة الاعمال والمغامرة دي خلتها تتعلق بيه جدا كانت متأكدة ان هو طول الوقت بيحاول يحميها وهو لاحظ قده ان هي بتحب الاكل كان بيجيب لها كل حاجة هي عايزاها اخدها على ثاني استخبى بيها في الكنيسة وهناك عرفوا منها يا زوجته قال لهم ان هي مريضة ما بتقدرش تتكلم لكن اتفاجئ بيها انها تكلمت قدامهم اخدها على جامع عايز يعرف ازاي قدرت تتكلم قالت له انها ما كانتش بتعرف تتكلم لكن لما اتفرجت على الافلام طول الليل اتعلمت منهم كل حاجة كان بيقول عليها رقيقة جدا اتفاجئ انها بتشرب المياه بطريقة غريبة هو طول الوقت في حالة احراب من تصرفاتها العشوائية واخر اليوم عرفت معنا كلمة الحب وقفت قدام وقالت له انها بتحبه لكن هو قال لها ان الحب ده ضعف اوعي تقع فيه واي حد بيحب بيستسلم وماقدرش يتحكم في تصرفاته اخده على اخر مكان شاف فيه مامته واللي ثابته هو عنده عشر سنين ثابته حتى من غير ما توضعه وهم هناك اتفاجه برجال سيدة الاعمال وراهم البنت ما كانش قدامها حال غير انها تشده وينطه في المحيط وهي في المياه اتحولت لحرية من جديد قربت منه قالت له انها حبته وعدته انها ترجع له تاني لكن كان لازم ينسى كل ذكرياته معاها بسته وسحبت منه كل الذكريات اللي بينهم الحلقة الثالثة الحاكم عرفت من الحرية انهم اعرفوا بعض من زغرهم قالت له انها انقذته من الغرق من سنين لما كانوا اطفال وانهم فضلوا يتقابله لغاية ما كبروا ولما بابا اكبره ان هو يتجوز فكرت انها لازم تحميه من الذكريات والحنين ليها واستغلت قدرتها على سحب الذكريات من قدامها بسته وسحبت منه الذكريات اللي بينهم علشان كده لما شافها ببيت يانغ معرفهاش صحي جون جاي ولقى نفسه على الشاطئ لوحده افتكر اللي حصل لكن كل ذكرياته ليه لوحده والبنت ملهاش اي وجود كأنها ما كانش في حياته الفترة دي كلها بيبص في ايده تفاجئ انه في اديه اسورة مش عارف اصلا ايه دي وجات في اديه ازاي رجع على بيته ولقى صحابه اللي اتنين في بيته هربانين من سيدة الاعمال وبعد ما استقر جوه البيت كان بيحلم دايما احلام غريبة ويقوم مفزوع من نومه الحرية اللي اخدت وعدة على نفسها انها ترجع له في يوم الايام سابت المحيط وراحت البلد اللي هو عايش فيها بس موضوعها صعب جدا ما تعرفش اي حاجة عنه غير اسمه اللي اتنين قدرهم مع بعض دايما بيتواجدوا في نفس المكان من غير ما يلاحظوا بعض البنت تعبت جدا جعانة ومرهقة ولما لقيت بنات بيسرقوا صاحبتهم افتكرتها طريقة علشان تجيب فلوس وقفت قدام طفلة صغيرة رايحة لمدرسة وقبل ما تسرقها عايزة فلوس اخدتها علشان تأكلها البنت الزغيرة قبل ما تدخل مدرستها ادت لها فلوس علشان تروح لحبيبها وهي في طريقها تعرفت على متسولة عرفت عن الحي ده بتاع الاغنية واللي بتخلصوا من لبس جديد علشان يشتروا لبس جديد تاني لبست زيها من اللبس اللي مرمي وفي الوقت ده افتكرت رقم عمارة اعتقدت ان هو ده السكن بتاعه راحت على هناك على طور وكان معرض لأسماك الزينة الليلة دي ليلة عي ميلاد جون جاي صادقته مين جوي واللي بتحبه جدا عايشة مع اخوها وزوجته طلبت من الطبخة تعمل ليه اكل الطبخة قالت ان ابنها هو كمان عيد ميلاده النهاردة وهو بيحب الاكل ده مين جاي اخدت الاكل لجون جاي وهو بيأكل افتكر اكل مامته واللي كان نفس الطعم افتكر كل الايام السعادة اللي كان بيقضيها في بيته مع بابا ومامته والتلاتة كانوا في منتهى السعادة جون جاي متعود يوم ميلاده يروح له معرض الاسماك نفس المكان اللي كانت مامته بتاخده ليه وهناك كانت البنت ما قدرتش تقوم جوحة نزلت المياه علشان تاكل الاسماك الكل افتكرها فعرض جوه المكان بما فيهم جون جاي اللي بص عليها لكن معرفهاش كانت بتحاول توقفه وقبل ما يمشي من المكان صديقه ارسل ليه صورة البنت اللي كانت معاه في اسبانيا في اللحظة دي افتكر البنت اللي كانت في حوض السمك رجع تاني بسرعة على هناك ولما وصل لها هي كانت بتهرب من امن المكان وقف وخدعه منه هو ضابط جيه علشان يقبض عليها البنت كان بتبص ليه مش مصدقة انها اخيرا لقته الحلقة الرابعة الحرية طلت على البلد وقتشعه انها احدت لبس وسابت مكانه لقلقه يانغ كانت فرصته نشر في البلاد ان الحرية دي لما تطلع من المياه وتعيش وسط الناس الخراب بيحصل حضر رجالته علشان يقبضوا عليها قال له من نقطة ضعفة في رجليها لو قصرتوا رجليها حتقدروا تمسكوها بسهولة وقبل ما يقبضوا عليها بثواني هجم عليهم الحاكم وخلصها مامة جون جاي من غير ما تعرف بتعمل اكل البيت طلقها ولما اكل منه حس قديه الاكل ده بيفكروا بالماضي افتكر زوجته وابنه ووعدوا للزوجة انه هو يخليهم اغنياء وعدهم كمان انه هو ما يتخلاش عنهم ابدا لكن اللي حصل عكس كده كان احساسه بالذنب قوي جدا سأل السواء الخاص بينام لو لسه معرفش طريق جون جاي السواء المخلص وعدوا انه هو في اقرب وقت حيجمعوا بيه في الوقت اللي هما بيتكلموا الزوجة كانت بتسمع كل اللي بيقولوه كانت حطة جهاز تصنط في العربية عايزة تعرف جزها بيعمل ايه وكانت اكبر حاجة بتقلقها انه هو يرجع لقته بابنه واللي هو الوريس الوحيد ليه ومخليه بلطغي رائب الولد ويعرف كل حاجة عنه جون جاي اخد البنت سألها انت مين وانا واصك لانا قابلتك قبل كده بس مش قادر افتكر ولما رفضت تتكلم سابها ومشي لكن هي مشيت وراه اكبرها ان هي تبعد عنه وبعد دقايق لقاها تتعرض للنص قرب منها تاني وانقذها وهي كانت في غاية الاعجاب بيه لانه هو مش بتخلى عنها وعلشان تضمن ان هو ما يسيبهاش تاني كانت ماسكة في لبسه وهو كان منزعج منها جدا مش عايزة تقرب منه بالشكل ده ولما سمعت صوت الالعاب النارية وقعته افتكرت ان هو مسدس وقالت له ما تخافش انا ححميك بيبص لها ومش لاقي سبب مكنع اللي هي بتعمله قالاني دي مجرد ألعاب نارية في السماء وما بتقزيش حد كانت بتبص على السماء وعينيها مليانا بهار وهو في الوقت ده عينه عليها مش فاهم ازاي بتشوف اي حاجة بعيون جميلة بالشكل ده والحقيقة انها بتفكروا بمامته كلماتها قريبة من كلمات مامته جدا الام اللي سابته هو عنده عشر سنين مع بابا وزوجته عايش معاهم في نفس البيت وكان بيعاني طول الوقت من زوجة بابا واللي كانت بتعامله في غياب جزها بطريقة سيئة جدا وقدام الزوج تغير معاملتها جون جاي كان بيضغط عليها قالها لو ما قلتش انت مين حمش واسيبك ولما رفضت كان حيمش فعلا لكن ضعف قدامها وخاصة لما عرف ان هي ما عندهاش اهل تروح لهم اخدها على بيته واكلت من نفس الطريقة كان بيبص عليها وكأنه اول مرة يشوفها سألها على الاسورة اعترفت ان هي اللي ادتاله وتحت ضغط من جون ايم سابها تفضل في البيت طبعا لغاية ما يعرف بس قصتها البنت سألتهم ليه عايزين يكون ليه اسم عرفوها ان ده طبيعي علشان نعرف ننادي عليكي رفضت كل الاسماء اللي اقترحوها الاصدقاء الا الاسم اللي اختاره جون جاي واللي سماها شيمت شون وهي اعجبت جدا بالاسم علشان هو بس اللي اختاره وصلت على البيت من جي واللي جاية تحتفل بعيد ميلاده شيم كان بتبص عليها مستغربة جدا مش عارفة هي ازاي بتتصرف كده في الوقت اللي هي بتاكل بطريقة عشوائية كانت الضيفة بتاكل بشكل غريب بالنسبة ليها وطبعا فهمت ان هي بتتقرب من جون جاي واللي جهز قوضة لشيم علشان تنام فيها فوق قطه الليلة دي ندم فعلا ان هو نيمها عنده طول الليل بتنط على السرير وهو مش عارف ينام والصبح كانت متحمسة جدا صحته قالت له يلا معاد الفطار كانت بتتعامل برعب مع كل حاجة بتتحرك كان شيء غريب عليها في الوقت ده وصل البلطاجي على المنطقة اللي سكنين فيها عايز يعرف سكن جون جاي وبالصدفة اضطر يقتل شخص في نفس الحي بعد ما اتعرض ليه ولما عارف جون جاي باللي حصل في الحي قسر الاشارة كان غرض ان هو يتطمن على شيم واللي كانت لوحدها في البيت وفعلا لما وصل كان البلطاجي على الباب وفي اخر ديئة قدر ينقذها انه يدخل عندها في الحلقة الخامسة الحاكم قدر ينقذ الحرية واخذها المكان امان يانغ قرر يعمل جريمة جوه الكارية علشان الكل يعرف ان الحرية دي وش الشقم على المكان وبكده اهل الكارية يكرهوها وهو يقدر يقبض عليها عشيئة يانغ عرفت مكانها بمساعدة اهل البلد ولما عرف الحاكم انهما عيمسكوها جيري علشان يلحقها جون جاي زعق لشيم قال لها ازاي تفتحي الباب لحد وانت لوحدك في البيت كده بتعرضي نفسك للخطر قلت له هو هنا في سمك ارش قال لان الانسان اخطر من سمك الارش هي كل اللي شغلها حاجة تانية خالص الناس اللي موجودة جوه الحديدة دي سألته انت تعرفهم لان هما موجودين في بيتك فهم انها بتتكلم على التلفزيون عايزة تعرف نهاية الحلقة الدرامية اللي كانت بتتفرج عليها في الوقت ده قرر يغدعها عمل نفسه بيكلمهم قال لها ان هو عرف النهاية لكن لو عايزة تعرف الاول تقوله شافها فين ولما رفضت انها تتكلم هو مش مصدق قده هي عنيدة رغم انها هتموت وتعرف نهاية المسلسل جي معايد النوم الوقت اللي هو مبقاش يرتاح فيه خالص نزلت راسها من فوق كان غرضها تضحكه لكن هو ترعب من شكل شعرها البنت عايزة تضحكه علشان ما ممشهاش من البيت ما كانتش عايزة اليوم ده يخلص لان هي عارفة ان دي اخر فرصة ليها لما قال لها ان لو ما تكلمتيش بكرة حتمشي تاني يوم وصلت على البيت من جي كانت البنت مش طيقها فعلا حتى عضتها في ايديها بمنطقة القصوى جون جاي مش مصدق انها عملت كده ولما استخبت منه عرف ازاي يخرجها في ديئة واحدة قال لها ان هو هيعمل اكل لذيذ جدا مشوي لو عايزت اكل تنزل طبعا هي الا الاكل نزلت على طول بعد ما اكلت ادالها كارت للأوتوبيس وكمان تليفون قال لها ان انت هتمشي دلوقتي لكن ما تتصلش بيا غير لما تكوني عايزة تقولي الحقيقة قالت له حمشي بس توعدني الاول اول ما ينزل التلج تقابلني هناك كانت عايزة تعترف لي ان هي بتحبه بس ازاي ما سمعت من الدراما اللي يقول احبك للتاني والتلج نازل الحب ده يخلد للأبد وعدها علشان يخلص منها وتمشي من المكان كان حاطت في تليفونها الجهاز تتبع علشان يعرف هي روحت فين وكلمت مين ويعرف حقيقتها اصحابه اللي اتنين زعلوا منه جدا ازاي ماشيها في عز البرد كده اتهموا انه هو ما عندهوش قلب ولا رحمة شين ما كانش عندها مكان تروح لي غير الشارع اللي فيه المتسولة اخدتها تاني على اللبس للأغنياء بيرموه والتنين لبسوا من هناك قالت لها لو عايزة تكسابي فلوس وزعي الورق ده كله وفي اخر اليوم حيدولك حقك فعلا البنت وقفت وبدأت توزع في الورق جون جاي كان بيرقبها من التليفون ومش عارف هي ليه وقف في المكان ده بقالها فترة طويلة نزل لها عندها ولما شافه هي بتوزع الورق اول حاجة بلغ عن المسؤول اللي واقف كان عايز يخلص منه وبعد كده بعت لها شوية شباب ياخدوا منها الورق كله واللي كان بيدفع ليهم فلوس كتير جدا ولما لقاها بردانة وجعانة بعت لها سيدة بأكل وكمان حاجة عشان تلبسها وتتدفى السيدة اللي وقفت قدامه وقالت له اكيد انت بتحبها لكن طبعا هو انكر وبعد دقيق لقا شاب يطلب منها نمرتها اتصل بها بسرعة قال لها نسيت اقولك حاجة مهمة اوعي تدي نمرتك لأي حد وان الشباب اللي قدامك دول عاملين زي سمك القرش خطرين جدا وهو بيتكلم شافته بالصدفة قربت منه كانت سعيدة جدا انها قابلته قالت له انها بتشتغل دلوقتي وهتكسب فلوسه ضدها له كلها لان هي كانت عارفة ان هو بيحب الفلوس جدا وفي اخر اليوم لقاها بتتحرك في اتجاه البرج لما شافت التلج نازل اول مرة في حياته يكون مستعجل ومش قادر يتحكم في تصرفاته كان عايز يقابلها عشان يعرف هي هتقوله ايه رغم ان هو شايفها مجنونة جدا لكن اعجابه بيها بيزيد ومش عارف مبرل اللي هو فيه البنت قبل ما تدخل البرج اتعرضت لحدثة واللي كان سايق العربية هو ابن زوجة بابا جون جاي كان منتظرها الوقت طويل جدا لكن هي مجدش في الحلقة السادسة الحرية انقذها صديق الحاكم دخلها في مكان امان قالها تفضلي هنا لغاية ما جبلك الحاكم لغاية عندك وراح علشان يبلغ صديقه لكن وهو خارج اتعرض لي رجال يانغ واللي قدروا يرموه من فوق الجبل الحاكم وايب بيدور عليها مش لقيها جون جاي كان مستني البنت انتظرها وقت طويل جدا لكن هي مجدش ولما نزل لها تليفونها والورق اللي كان معاها مرمي على الارض على طول فهم انها تعرضت لحدثة عربية دور عليها في كل مكان في كل المستشفيات لكن مقدرش يوصل لها ولما وصل لها بعد وقت طويل لقاها بتموت طلب المساعدة من الدكاترة اللي حوليه قلبها وقف فعلا وخلاص كان متأكد ان هو بيخسرها قرب منها ومسك ايديها وفي اللحظة دي هي فتحت عينيها بصت لعنيه وقالت له انها حلمة حلمة غريب ان هو بينقذها والحقيقة انها كان بتحلم بالحاكم لما انقذوا الحرية من سنين اتصل بأصحابه يعملوا بطاقة مزورة ورقم تأمين في الاول رفضوا يضيعوا موهبتهم في الهيافة دي لكن لما عرفوا انها شم اتحرقوا بسرعة لما وصلوا على المستشفى لقوا بيزعق عليها علشان بتعرض حياتها للخطر ضربوه قالوا ليه بتتكلم معها بالشكل ده الثلاثة فعلا قلبهم عليها جون جاي عرف ان اخوه هو اللي خبطها بالعربية افتكر ذكرياته معاه وقال دين بابا رغم ان هو ابن الحقيق كان بيفضل ابن زوجته عنه وانه كان السبب في هروبه بعد السنة ومن البيت علشان يلاقي مامته شم عجبتها المستشفى جدا ورغم ان رجليها مكسورة لكن ما كانتش حاسة باي قلم سألتهم لو هي هتعيش هنا بعد كده قالوا لها اه لفترة صغيرة لغاية ما تقبي كويسة قالت لهم يبانا حتجوز كل واحد موجود هنا لغاية ما ييجي الدور واتجوز جون جاي كانوا محرجين جدا من حوارها الدكتور قال اعملوا اشياء على دماغها بعد ما شافها مش طبعية بالليل لقت الاكل داخل لكل المرضى إلا هي ولما سألت الممرضة قالت لها انت لازم تكوني صايمة عشان الصبح تعملي عملية كانت منهارة مش مصدقة انها مش هتاكل اتصلت بجون قالت له ان كل اكل إلا أنا كان بيتحك عليها لانه عارف نقطة ضعفها قال لها قفلي واسمعي كلام الدكتور لازم تكوني صايمة لكن بعد ما قفل معاها اتصل بالمستشفى وزهق معاهم جدا قال لهم انها مش بحتاجة عملية وحتى لو هتعمل عملية لازم تبلغوها الاول انها هتصوم عشان تاكل كويس كان عصبي جدا علشانها وصل على المستشفى واتطمن الاكل وصل لها البنت اتصلت بيه وهي بتاكل قالت له ان جالها طبقي جنن زعق فيها وقال لها أنا مالي بتتصل بيه ليه وبعد ما قفلت مش مصدق ازاي بقى ضعيف كده قدامها شيم بتتحسن جدا واعتبرت المستشفى هي بيتها وطبعا المرضى الموجودين حواليها هم أهلها ولما نزلت لتحت لقت مدير المستشفى بيدرب واحد من الأمن ضربوا لما رفض يمشي سيدة وقفة بالطالب تعرف ازاي بنتها ماتت جوه المستشفى شيم اللي رجليها مكسورة هاجمت على المدير وضربته برجليها دي بمنتهى القوة طبعا قبضوا عليها ولما شاف جون واصدقاء الشريط المسجل كان بيضحك من قلبه شايفها قدام وتهورة ومتقدرش تمسك أعصابها في اللحظة دي هو قرر ينتقم من مدير المستشفى دخل عليه كأنه ابن صاحب المستشفى يدروا يدخلوا مكتبه وعرفوا انه هو مرتشي وبعد كده هددوه انه هو ينفس طلباتهم كلها طلباتهم كانت بسيطة جدا اول حاجة يعتزل لعامل الامن تاني حاجة يعرف الام حقيقة موت بنتها وان المستشفى السبب في موتها وطبعا يدلها التعويض الكافي وتالت طلبه الاهم من المدير المستشفى انه هو ما يقدمش شكوى ضد شام بعد فترة بسيطة نام عرف ان زوجة ابو جان بترائب جوزها لكن ملحقش يبلغ حد وتهجم عليه البلطاجي وعرضوا الحادثة مترتبة جون تاخد جيم علشان يوريها التل بعد ما فاتها اول مرة واول ما شافها لبسة انبهر بيها في اليوم ده كان عايزها تقول كلمة احبك علشان يقارب من صوته والصوت اللي بيسمعه هو بيحلم جون جاي مشاعر كتير جواه لكن عناده مش مخليه يعترف انه هو منجذب ليها في الحلقة السبعة الحاكم لقى الحرية بتموت وانجنبها لقلق من دموحها اخدها علشان ينقذها لكن كان عارف انه هو تأخر عليها والوقت فات قال لها رغم اني مش فاكر ذكرياتي معاك لكن اتمنى اني لتولد من جديد في عالم تاني والمرة دي ما ضيعكش من ايدي في الحلقة السبعة الحاكم لقى الحرية بتموت وانجنبها لقلق من دموحها اخدها علشان ينقذها لكن كان عارف انه هو تأخر عليها والوقت فات قال لها رغم اني مش فاكر ذكرياتي معاك لكن اتمنى اني لتولد من جديد في عالم تاني والمرة دي ما ضيعكش من ايدي جون جاي فيه من إن شيم بتتكلم عن رجل صالح كانت عارفة قبل كده وهي طبعا كانت تقصده هو قبل ما تسحب ذكريتها معه من دماغه كان غيران عليها جدا من الشخص اللي في حياتها حتى ما كانش عارف ينام سألها أنت لسه بتقابليه قالت له آه ولما وصفته لي قالت له أنه هو وسيم جدا قال لها أكيد شهواني هم كده الرجال الجمال قال لها بيكونوا مش نضاف من جواهم كانت بتضحك على وصفه نفسه الشرطة عرفت أن الجرائم اللي في البلد بيقوم بيها البلطاجي وقدروا يوصلوا لشخصيته واسمه شيم كانت جعانة جدا خرجت قدام النهر وقبل ما ترمي نفسها علشان تاكل سمك كان موجود في المكان شاب قدر ينقذها اللي اتنين بصوا في عيون بعض عرفوا بعض على طول إنه هو كمان كان سمكة في المياه واختار يعيش على الأرض بعد ما ويقع في الحب قال لها ما تعمليه إزاي لأن البشر بيتغيره قال لها أن حبيبته سابته بعد ما عرفت حقيقته وكمان اتجوزت كان مستغرب جدا إن هي ما عايش فلوس لغاية دلوقتي رغم إن هي ممكن تكسب بالدموع بتاعتها لقلق ولليه تمنى على الأرض كبير جدا قال لها لو حبيبك ما اعترفش ليكي بحبه في خلال شهرين حتموتي عرفها إنه هو كمان بيموت وعلشان ينقذها قال لها إنه هو عايس عيدها ويخلي حبابها يغير عليها طلب منها يعياته علشان يقبى معهم لقلق ويشتروا بيه لبس ديها فعلا غير شكلها ولما وصلوا على البيت جون جاي غار منه جدا لدرجة إنه قفل الباب في وشه بدأ يغير عليها ويقول لها ما تلبيسيش قصير وحتى بقى يرفض إنها تخرج من البيت وطبعا بيهرب من تساؤلات أصدقائه عن سبب معاملته لها بالقصوة دي في الحلقة التمنى شافها وهي جوه الميا وهي قدرت تخدعه علشان ما يشوفش دلها جون جاي غيرته عليها بتزيد وكمان إعجابه صديقته مين جين بتشتغل في الأصار عرفت إن كان فيه حاكم زمان سابق لعصره واللي كان راسم صورة لحورية البحر مع شخص اللابس بنطرون وقميس وهو بيبصها الشيء الغريب بالنسبة ليها إن الشخص ده شبيه جدا لجون جاي جون جاي فعلا كان بيعاني من الذكريات اللي بيحاول يفتكرها علشان يلبط الأحداث مع بعض لدرجة إنه وضطر يروح لدكتوره ولينيمه وتنوين مع ناطيسي ولما نام حلم بالحاكم وشاف وش شيم فاق ومش فاهم الوهم من الحقيقة شيم كان ما عندهاش وقت شهرين بس ويقف قلبها كانت شايفة إن جون جاي لازم يحبها في أسرع وقت ممكن وقفت قدامه وقالت له لو فيه خطة في دماغه إنه هو يحبها كان سؤالها بالنسبة لي غريب جدا ولما قال لها لأ سألته تاني وتالت ورغم إلحاحها كان بيجاوب نفس الإجابة البنت كانت بتعمل كل حاجة علشان تتقرب منه وهو يحبها أخدها على المكتبة بعد إلحاح منها وهناك سابها وقرأ عن الحاكم ومن كتب التاريخ عرف إن الحاكم مات وهو عنده 27 سنة قارن نفسه بالحاكم وعرف إنه هو في نفسه عمره مات الحاكم اللي كان بيحلم بجون جاي هو كمان وعرف إنه هو حيموت بعد 20 يوم من التاريخ شيم راحت لصدقها واكتشفت إنه هو مات بعد ما قلبه وقف زي ما قال لها كان سايب خاتم لحبيبته اللقلقة الوردية الدمعة الوحيدة السعيدة ليه في الدنيا في الوقت ده جون جاي اتعرض لمحاولة قتل من البطغي واللي كان عايز يخلص منه بتحريد من زوجة بابا وكان غرضها إنه ما يتقسمش المراز بينه وبين ابنها عرف إنه شيم تعبانة جدا راح لها ولما وصل لعندها عرفته إن سرها لو عرفه حيسيبها فورا وفجأة حس بقلم شديد ووقع على الأرض ولما وقع حلم بالحاكم بيقوله إنه مصرنا واحد لكن إنت لازم تحافظ على حبيبتك من الأشرار الحلقة التسعة جون جاي فاق ولما وقف قال لحبيبته ما ينفعش تستسليمي ولازم تسري إن انت تغذي الحاجة اللي انت عايزيها اللي اتنين رجوا على البيت وعرفوا بموضوع البلطغي وإنه هو مجرم مطلوب شيم قالت لهم إنه هي عرفاه وشافته أكتر من مرة بيرف حواليها في الوقت ده حس إنه هي في خطر فعلا ولازم يحميها ويحافظ عليها ابن زوجة الأب عرف إن مامته بتحمل مؤامرة ضد جون جاي بدأ يدور وراها وخاصة ورا حدث تتسوق نام في الوقت ده جون جاي رفض إن شيم تخرج لوحدها شيم اللي خرجت فعلا وراحت للمتسولة بتسألها أعمل إيه علشان يحبني وصل لعندها أخدها وقال لها بتيجي هنا ليه كتير هي بمنتهى البساطة قلت له إنها صديقتي قال لها ممنوع تخرجي من البيت لوحدك خالص بعد كده أخدها على المستشفى عشان يزور نام وهناك قابل بابا وتكلم معي عرفه إن هو بيحبه وعمره مفضل ابن زوجته عليه الأب قال لإبنه إن الطبيعي إن حب الأولاد يكون في القلوب عظيم حتى لو ظهرت بعض الأسوة لكن جون جاي مش قادر ينسى دفولته لما كان عايش وحيد جوا بيت بابا وفي الليلة دي اعترف لشيم إن هو عينة جدا لما هرب من البيت قال لها أنا كنت وحيد وبتمنى أنا بابايا يكلمني لكن ده ما حصلش جون نام كان بيخطط لعملية نصب جديدة وكرر يستغل شيم قدر يكنحها إن هي تمثل زي الدراما اللي بتشوفها حتقول إنها خطيبة السري وتمشي معاه في البلد جون جاي طلب منها ثلاث حاجات بس ما تعملهم شو هي معاه قال لها أولا ما تتكلميش خالص وما تتحكيش كمان وأهم حاجة ما تكليش قدام حد كان أصعب طلب عليها عدم الأك لكن استمرت معاه بعد ما قدروا هم ثلاثة يخدعوها جون جاي وصل على المكان اللي فيه القصار وهناك شاف صورة الحاكم مكتوب عليها احمي حبيبتك وإوعى تغلط غلطتي قال له إن إحنا شبه بعض بس مش لازم مصيرنا يكون واحد غير مصيرة مش مصدق إنه هو فعلا بيحلم بيه وهو نفس الشخص في الحلقة العشرة الحاكم لما عرف إنه فاضله أيام ويموت بعد ما ماتت حبيبته أول حاجة عملها أتى اليانغ علشان يحمي الناس من شره وبعد كده قرر يسيب أثر يعرف بيه جون جاي إنه هو حقيقة في حياته وإن أحلامه مش وهم ولا حاجة جاب رسام يرسمه ودفن الرسمة تحت بيته البلطبي كان بيحلم زي يوم بالزبط بشخصية يانه حلم بين اتحكم عليه بالإعدام بعد ما خان الحاكم جون جاي كمان الأحلام مش بتفرقه جونام قال له لازم تعرف حقيقة شيم علشان ترتاح قال له إنها غريبة وأكبر دليل رجليها ما بتتأثرش بالكسر عرفوا إن رجليها خفت في نفس اليوم زوجة بابا كانت عاملة خطة عسان تتخلص من القب تدي له أدوية علشان تسوق حالته الصحية وفعلا بدأت تأثر فيه شيم خرجت من البيت ولما رجعت كان معاها صديقتها الطفلة البنت الزغيرة عندها قدرة تسمع شيم حتى من غير ما تتكلم في اللحظة دي جون جاي ركز بعيها اكتشف إن هو كمان زيها بيسمع صوتها الداخلي عملية النصب الجديدة كانت جوة البيت اللي بتشتغل فيه مامته وهو نفس بيت صاحبته من جي كان بياكل من أكل مامته وبيفتكر ذكرياته ومش عارف إنها بعيدة عنه أمطار بسيطة الأم اللي بيقاله سنين بيدور عليها ومش لقيها اضطروا يخرجوا من البيت بسرعة جدا لما عرفوا إن ده بيت من جين بعد ما وصلوا على بيتهم شيم اكتشفت إن هم نصبين وخدعوها كانت بتبصروا مش مصدق إن حبيبها جون جاي مش إنسان صالح وقفت قدامه من غير ما تتكلم عرف سرها عرف إنها حورية من البحر كان في حالة صدمة صدمته من الحقيقة اللي كانت ما خبيها عنه شيم طلعت قدتها وكانت بتبص على دموحها ومتأثرة جدا كل دي دموع نزلتها لما وصلت على الأرض جون جاي في نفس الوقت بيراجع تليفونه وبدأ يفتكر بعض الزكريات طلع لها قدتها لكن لقاها اختفت خرجت من حياته خالص ورجعت على علامها جريع الشارع علشان يلاقيها لكن ما فيش وجود لها في أي حتة والوجود الوحيد للذكريات في دماغه بدأ يفتكر كل حاجة حصلت معاه عرف ان الحرية قابلت الحاكم وماتوا هما الاتنين والاتنين اتولدوا من جديد بعد سنين عرف ان هو عليه كمل مصير الحاكم الحاكم اللي طلب منه في وقت ووقات ما يسيبهاش تضيع من ايده ويسيبها للأشرار واقف ومش عارف يعمل ايه بعد ما حبيبته رجعت تاني على علامها الحلقة الحداشر البلطاجي حلم بيوم اعداميانا وكان الحلم المرة دي واضح جدا لدرجة ان هو تعرف على وش الحاكم وكمان وش الحرية وطبعا قدر يفهم الشبه اللي بينهم كلهم وفي اللحظة دي عرف ان اعدائه هم شيم وجون جاي شيم فعلا ثابت البيت واخدت كل اللبس اللي اشترهوا لها جون جاي اللي اشترهوا مع بعض اثناء عملية النص ورجعته كله على المحل اللي اشترهوا منه وهي هناك بالصدفة شافها هيو اخو جون جان عرض عليها ان هو يوصلها ولان هي مش عايزة ترجع البيت قالت له ان في التلفزيون لما حد بيهرب من بيته بيروح ينم في السونى طلبت منه يوصلها على هناك وفعلا قضت ليلتها هناك جون جان بيدور عليها ومش عارف هي فين وكل خوفه ان هو ما يلاقهاش تاني راح كل الاماكن اللي هي بتروح لها لكن مفيش فايدة وبالصدفة تلفونها تفتح لما بنات سرقو من شنطتها وصل لعندهم وعرف مكانها دخل عندها ولما لقاها قدامه مش مصدق عينيه قرب منها واخدها في حضنه اتكلم معاها بس هي رفضت ترجع تاني مع البيت وفي المرتين ازواجها ماتوا بنفس الطريقة ماتوا بعد ما خسروا نظرهم السيدة واللي هي زوجة والد جون جاي واللي كانت رفيقة البلطاجي من زمان وبتعمل نفس الشيء اللي عملته مع ازواجهم التانين تدي له ادوية وفعلا الادوية دي بدأت تأثر عليه وهي جنبه طول الوقت وقدر تخدعه جون جاي لما رجع على البيت افتقل لما تكلم مع شم على الانسان الصالح اللي كانت مرتبطة به ربط الاحداث مع بعض وعرف انها كانت بتتكلم عليه هو لكن طبعا مش مصدق انه هو قال عن نفسه شهواني وبيستغلها من غير ما يعرف انها تقصده هو اضللته مش قادر ينام ويرتاح وهي نايمة في المركز قرر يروح لعندها وبقت اموره افضل لما بيقدر يقر افكارها لكن طبعا حتى الميزة دي بقت تسبب له مشاكل لما عرف من افكارها انها لو لمست المية هيرجع عليها تاني ديل كان طول الوقت بيحاول يبعدها عن المية وده طبعا كان بيخليه يتصرف من غير ما يفكر بقى يزعق للستات وكمان للاطفال عشان محدش يلمس مية خلص ويحطها على الارض المبالغة في حمايتها داقت الستات اللي موجودين كلهم واللي هم سايبين بيوتهم وقاعدين هنا بعد المشاكل اللي بينهم وبين ازواجهم سيدة قالت لها ان بيتي جنب السونة وجوزي عارف ان انا هنا وما فكرش ييجي صالحني وانتي رغم المشاكل جوزك هنا جنبك علشان يصالحك قالت لها خدي ويمشي عشان احنا خلاص زهقنا منه والحقيقة ان مش هي بس اللي زهقت منه كل الموجودين الستات بيبصوا عليه ومستغربين طريقته جدا في حمايتها جون جاي موضوع ان يقرأ افكارها ويعرف هي عايزة ايه سهل له حاجات كتير بدأ يحقق احلامها من غير حتى ما تطلبها واخر الليل طلبت منه ما يجدبش تاني عليها وده كان شرطها الوحيد عشان ترجع تاني معها على البيت طبعا ضعف قدامها ووعدها انهم ما يجدبش عليها تاني الشرطة عرفت بوجود البلطجي في نفس المنطقة اللي هم فيها وهم بيدوروا عليه شافوا بالصدفة جون جاي قبضوا عليه واضطر يروح معاهم لكن كان كل قلقوا على حبيبته قال للشرطة ان انتوا مفيش ولا شكوى ضدي قال لهم كمان ان انتوا بتجروا وراء الانسان الغلط وسايبين المجرم واللي هو ممكن يأذي حبيبتي دلوقتي ولما سمح لي انه هو يكلمها في التليفون قال لها روحي على البيت قالت له ان فيه تاكسي موجود قدامي حركبه وروح على طول لكن كان السواق هو البلطجي الحلقة 12 البلطجي اللي من احلامه عرف كل حاجة عرف انها حرية والنقطة المهمة عنده ان دموحها حتوفر ليه لقلق شيم قبل ما يلمسها قالت له اكيد احلامك قالت لك ان الحرية تقدر تسحب ذاكرتك واكيد انت تعرف كمان ان الحرية تقدر تلعنك علشان تحمي نفسها من البشر البلطجي افتكر فعلا احلامه وتأكد من كلامها ولما وصل جون جاي على المكان سابها وهرب جون جاي اخدها في حضنه واعتذر ليه ان هو اتأخر عليها بالشكل ده اخدها على البيت وكان معاه الشرطي وجود الشرطي في بيتهم صدم اصحابه لكن الاتنين رغم رعبهم عارفين ان ما فيش اي شكوى ضدهم وانه كمان ملفهم نضيف جون جاي نيمها على السرير ولمس شعرها وهي حسد بحنيته عليها الاول مرة ولما سألته حفظه لماك هنا قال لها اللي احنا هننقل من هنا وانتي هتساعديني في نقل الفرش من البيت الليلة دي هو نيم في قوته وكان سامع افكارها كانت بتقول اكيد عايز ننقل معاه علشان انا قوية مش مصدق ان ده اللي فهمته من كلامه شايفها قدية حتى ما بتفهمش التلمحات كان في اول الليل مستمتع جدا بافكارها وانها بتسأل نفسها بيحبني ولا لأ لكن الموضوع لما طول طول الليل بتفكر مبقاش عارف ينام دخل علشان يقول لها سكوتي لقاها فعلا سكتة هدى نفسه وطلب منها ما تفكرش خالص قال لها نامي بقى وكفاية كده علشان تقدري تسحي الصبح ولما لقاها تسمع كلامه رجع تاني علشان ينام لكن هي فاقت تاني واستمرت في التفكير بشكل مبالغ افكارها اللي بتقولها بسرعة كانت حتوصله للجنون والصبح طبعا هما الاتنين مش نايمين كويس ومرهقين جدا ورغم كده هي لسه بتفكر وهو عليه تعامل مع افكارها كأنه مسامحها مرة يضحك ومرة يتعصب منها ولما سمعها بتقول انها وشها بيحمر لما تكون جنبه وهو لقا طبعا قررت تخلي وشه يحمر زي وشها قربت منه علشان تقرسه من وشه وهو قرب منها علشان يبصها في اللحظة دي سمع افكارها تاني وهي بتقول هو انا ليه مش قادر افكر خلاص كده هو مش قادر يستحمل بعد عنها وطبعا غيرتها من مين جي بقت واضحة جدا قدامه دحك لما سمحها بتقول في عز غيرتها ان المكسرات طعمها حلوة قوي شام قالت لمين ان جون جاي بيخطط علشان يحبني مين قالت لها ان مش اول مرة يعمل كده ويغضع حد وان دي طبيعته عامل زي الصياد الماهر وانت السمكة اللي في الشبكة الحوار ده ازعجها جدا ولما شافها جون جاي قال لها ارجوكي نامي وبلاش تفكاري طبعا هو بيطلب المستحيل لان هي في عز زعلها الصبح طلبت مساعدة من تايقه عايزاي يعلمها تعمل بحث ازاي جون جاي لما شافها غار جدا منه قال لها بعدي عنه ما تكلمهوش في ودانه بالشكل ده رجع تاني لأفكارها وكانت محتارة جدا من طريقته هو انفعل قال لها بصوت عالي هو انا لازم اقول يعني علشان تفهمي كلامه ما كانش واضح ليه لانه بيرد على أفكار في دمخها وهو حس بإحراك شديد واضطر ينسحب بعد ما غلط حالة بابا بتسوق بسبب الأدوية والدكتور قال له كده انت في طريقك ان انت تفقد بصرك وفي المستشفى شافته طالقته مامة جون جاي طبعا عرفته على طول لكن هو ما كانش قادر يشوفها كويس ولما ميشي من غير ما يكلمها هي افتكرت ازاي ان زوجته خدعتها في يوم الايام لما دخلتها بيتها وامنتها على حياتها وهي في المقابل خطفت جزء منها اخو جون جاي نتصل بيه قال له انه باباك في خطر وانت لازم تحميه قال له ده وقبك عشان انت ابنه الحقيقي وانا علي ان انا احمي امي وده لاني ابنها الولد اللي عرف اللي مامته بتعمله ودميره مش سامح لي انه هو يسقط جون جاي دلوقتي ما عندهوش غير هدف واحد بس انه هو ينام في هدوء كل الليلة يطلب منها ما تفكرش خلاص هو مش قادر لكن هي مليون سؤال جوا دمخة ومش قادرة تقولهم بصوت عالي الاسئلة اللي هو بيسمحها مش قادر يرد عليها ضعف قدامها صعب عليه حرتها وقفها قبل ما تطلع قضيتها قال لها تهدى وان الامور بينهم جميلة جدا قرب منها وبسها وده كان اول اعتراف ليها بحبه الحلقة التلاتاشر جون جان اخيرا ضعف وقرر يعترف ليها بحبه بس اعترافه كان بتاريته الخاصة قرب منها وبسها كان عايز يطمنها وتعرف حقيقة مشاعره شام اتأكدت انه هو بيحبها كانت سعيدة جدا في افكارها بتقرر نفس الجملة مئات المرات جون جان بيحبني جون جان بيحبني وهو كان سامع افكارها وسعيد جدا لساعدتها وكمان طريق التعبير عن حبها ليه حياتها تحولت لسعادة وكانت في الشارع بتساعد كل اللي محتاجين مساعدة وهي بتقدم مساعدة للناس اتعرفت على مامته بالصدفة واللي تعرضت لعملية السرقة وهي انقذتها في الوقت ده عرفت صديقته مين جين الطباخة اللي عندهم هي مامته وطبعا لقيل علاقتها سيئة بيها قررت تخبي الموضوع كله زوجة الاب ماشى في خطتها مظبوط وبتديله كل يوم أدوية علشان يمرض بس هي ما اكتفتش بكده عايزة تستعجل موته خاصة لما عرفت ان هو بيعمل وصية علشان ابنه الوحيد استغلت سوق حالة عينيه وخدعون الوصية لابنه الوحيد وبكده مضى وهو متطمن جون جاي كان عايز يعرف نهاية قصة الحاكم مع الحرية راح للدكتور اللي بتعامل معاه وطلب منه ينيمه ولما نام عرف ان الحاكم مات وهو بينقذ الحرية الحرية لما شافته مات قربت منه جدا ودخلت الخنجر جوا صدرها جون جان اتأكد ان الاثنين ماتوا بخنجر من يانط في الحلقة الـ 14 جون جان كان حزين جدا كان شايف نفسه السبب في موت حبيبته وطبعا اتأكد ان مصيره هو والشيم حيكون نفس الشيء أول ما شافها حضنها كان خوفه عليها عظيم جدا ولانه كان عايز يسعدها عايشها الحب الرومانسي اللي هي تتمنى تعيشه البلطاجي في الوقت ده راح للدكتور وهو كمان عايز يعرف نهاية قصته القديمة ولما نايمه عرف ان الحاكم والحرية مش هو اللي موتهم لكن مرضاش يقول بصوت عالي مين اللي قتلهم هيه كان عارف اللي مامتو بتعمله في جزهة ورغم انه ما عرفش غيره أب لكن ما بقاش فارق معاه اللي بيحصل وده بعد ما تأكد ان الأب رقم واحد في حياته هو ابنه الحقيقي استسلم حتى لما مامتو قاعته من عالسلم سكت وما قالش الحقيقة وطلب له الإسعاف وبعد كده أصروا ان هو يكمل علاجه جوه البيت وخبوا على الكل وجوده جوه البيت حتى جون جان نفسه في الحلقة الخمستاشر جون جان سمع أفكارها وعرف منها ان هي حتموت لو هو حصل له أي حاجة في اللحظة دي اضطر يعترف ليها بللي هو يعرفه كله قال لها ان انا عارف كل حكايتك وبسمع أفكارك حكالها عن الحاكم والحرية واللي حصل بينهم كانت بتسمعه وهي مصدومة كان عارف الحقيقة ومخبي عليها كل الفترة دي كلها ولما سألته على نهاية القصة قال لن الحاكم والحرية عاشوا صعدة مع بعض بقيت حياتهم كذب عليها علشان ما تعيش الرعب زيه الكذبة بتاعته أسعدتها جدا وده لما تأكدت ان مصيرهم واحد وهيعيشوا السعادة هم كمان أخوه يون علشان يحمي موته عايز يموت نام دخل عليه وقطع كل الأجهزة عنه في الوقت ده دخل البلطاجي عنده قال له ما تعملش حاجة غل ما تعرف نتيجتها الأول وانت كده كان حيتقبض عليك هيو عايز يعرف هو ليه بيحميه وكمان ليه جنب مامته باستمرار نام أنقذوا الدكاترة وما حصلوش حاجة في الوقت ده شيم كانت سعيدة جدا قررت تعمل عيد ميلاد لنفسها اخترت اليوم لانها ما تعرفش ميوم ميلادها الحقيقي طبعا عزمت كل اللي بتحبهم صدقتها المتسولة والطفلة كمان وكمان قررت تعزم صدقتها الجديدة مامة جون جان وهي رحى بها على الحفلة شافوا جون جاي ولما الأم سمعت اسمه عرفت على طوله أنه هو ابنها كانت بتبسله ومش مصدقة أنه هو قدام عينيها جون جان أرى أفكار شيم سمحها وهي بتقوله أنه أخيرا حتقابل منطق الأم والابن وقفينه قدام بعض ومش مصدقين قربت منه حضرت ابنها أخيراً لقيته العيلة كلها قدت عيد ملاس جيم وكان الاحتفال جميل جداً والفرحة جوه القلوب في الحلقة الستاشر هي عرف من منطق أن البلطجي هو بابا الحقيقي وطبعاً عرف حقيقة منطق كلها وأنه هي تسببت في موت أزواجها ورغم أنه عرف لسه مستمر أنه يحميها عرفته أنها عملت كل ده علشان هو ما يعيش الفقر ولا الوحدة اللي هي عاشتها جون جان بدأ يشك في غياب بابا وبمساعدة أصحابه دخل البيت ولما قابل بابا عرفه أن زوجته بتأذيه قاله على اسمها الحقيقي وأنه هي عملت كده مع أزواجها اللي قابله لكن الأب ما صدقهوش قاله أنت كل اللي يهمك تثبت أن أنا غلط من 17 سنة عايز تخليني أكره زوجتي واتمنى أن أنا ما كنتش سبت ممتق ولما أصر ياخده بالعافية من البيت علشان يحميه هو رفض ما كانش قدامه حل غير أنه هو يمشي ويسيبه في الوقت ده البلطاجي لقى شيم وهي وقفت قدابه من تال شجاعة وسحبت منه كل ذكرياته وأحلامه لكن سبت له صراخ اللي كان بيموتهم قالت له ده قدرك أن أنت تسمع صراخهم وما تعرفش عملت فيهم إيه هتعيش العذاب بقية حياتك في الحلقة السبحتاشر هي كمان عرفت نهاية الحاكم والحرية النهاية اللي خباها عنها جون جان عرفت أنه هو كذب عليها لما قالها النهاية سعيدة البلطاجي نسي كل حاجة فعلا بما فيهم ابنه ومامته وهيه لما قبلته كانت حتتجنن لأنه هو أكتر واحد معتمد عليه في تنفيذ الجرائم بتاعتها أخدته على بيتها علشان تحبيه وهي طبعا مستمرة في خطتها الجزهة نفس الأدوية لكن الزوج مش ناسي كلام ابنه وبدأ يشك فيها في الوقت ده أخدت بالها أنه ما بياخدش الأدوية ولما حست بالخطر وزاد قلقها أنه هو في أي وقت ممكن ينغي الوصية في اللحظة دي قررت تخلص منه خالص عن طريق السم الزوج اللي ما كانش شايف بيشرب إيه شربه فعلا على إنه مية ولما حس إنه هو بيموت تلم ابنه واعتذر ليه قاله إنه هو آسف إنه سابه هو ومامته زمان قاله كمان لو اتولدت من جديد حعيش معاكم كزوج مخلص جون جان عرف إن بابا في خطر وصل لعنده البيت وكانت الإسعاب بتنقله بعد ما مات وقع وانهار على بابا مش مصدق إنه هو مات مش هيل نفسه زنب إنه سابه الوحده كل الفترة دي في الحلقة الثمنتاشر جون جانت جانت لما لقى أخوه بتعامل كأنه ابنه الحقيقي ضربه لإنه متأكد إن بابا ما ماتش موتة طبيعية عرفه أصدقائه باللي حصل ولما وصلوا على المستشفى شيم كانت حزينة جدا علشانه وقف قدامها وترجاها تشيل كل ذكرياته مع بابا هلأ الزكريات دي بتقلمني لكن هي مرضتش قلت له حتى لو نسيت حبه جواك عمرك ما هتقدر تشيله وصلت زوجة الأب وكانت بتمثل بطريقة مستفزة جدا بتعيط كأنها زعلانة وعملها تصرخ كل اللي حواليها متأكدين إنها كذابة هيو عايز يحمي مامتو من اللي حواليها بعد ما تأكد إنها فعلا قتلته علشان يحمي مامتو ما كانش قدامه حد غير جونامدو قاله إن يعرف كل ماضي ولو ما ساعدهوش حيقدر يسجنه جونامدو ما ترددش أبدا إن هو يساعده قاله من غير ما تهددني أنا مع اللي يدفع لي فلوس أكتر كلامه شجع هيو جدا وطلب منه إن هو يخلصه من جون جاي جون جاي اللي عايز يشرح الجثة كان متأكد إن بابا تسمم لكن الزوجة ابنها رفضوا يعملوا كده تهموا إن هو طمعان في المراس الشرطة راحت البيت وفتشته لكن مفيش أي حاجة جواه ضد الزوجة شيم قررت تساعد حبيبها وفت قدام زوجة بابا مساكتها بمنتهى العنف وقالت لها عذريني بس كنت عايزة تأكد من حاجة دخلت جواه ذكرياتها وعرفت إنها قتلت فعلا جوزها وكانت سبب في إن هم قبضوا عليها ورغم كده مفيش أي شيء يدنها واضطرت الشرطة بعد يومين يفرجوا عنها وكان فيه اتفاق بين هيو وجون هامدو إن هو يجيب له جون جاي الغايدة عنده وفعلا تهجم على صاحبه قبل ما يركب العربية وضربوا على راسه أخدوا ليهم هناك ادالوا حقنة سامة علشان يموت الحقنة اللي حتأثر عليه وتوقف قلبه في خلال نص ساعة زوجة القب طلبت منهم يسيبوها لوحدها معاه لما خرجوا قالها زي تعملي كده في جوزك ومش هو وبس كمان أزواجك قبل كده قتلتيهم كلهم اعترفت قدامه إن هي فعلا قتلت بابا وكمان أزواجها فجأة ظهرت الشرطة من حواليهم وكل ده كان اتفاق مع جون هامدو الصاحب المرضيش يخون صديقه أبدا كان بيساعده علشان يثبتوا إدانة الزوجة هيو بيبصلهم مش مسدق إنهم ما قبضوا على مامته وحيقبضوا عليه هو كمان في اللحظة دي سحب المسدس من الشرطة اللي جنبه أخده وضرب نار على جون جاي لكن شيم قربت منه وأنقذته وهي أخدت الرصاصة في ظهرها بدل حبيبها في الحلقة للساحتاشر جون جان ماسك حبيبته ومش مسدق إن دي النهاية نهاية قصته اللي شبه نهاية الحاكم والحرية وصلت الإسعاف وكان جنبها بيطلب منها تتحمل وهي في أفكارها بتقوله إنها بتحبه جون جان جنب حبيبته بيعايت أكتر لحظة كان خايف منها حصلت فعلا أبضوا على زوجة الأب وكمان ابنها لكن هيو كان قضعت منه هو يستحمل اللي بيحصل حواليه كرارين يا حياته بنفس السم اللي مامته بتستخدمه الأم اللي كانوا بيستجوبوها ومسرر إنها ما عملتش حاجة في الوقت ده وصلوا بخبر إن ابنها بيموت جريت عليه بتبص له مش مسدقة اللي هو عمله الإبن قال لها الأيام ما كانتش بتعدي وأكبر حمل شلته إن انت أمي مات ابنها فعلا من إيديها بنفس الطريقة اللي طول عمرها بتستخدمها علشان تتخلص من أزواجها شيم دخلت قوضة العمليات وبعد ما خرجت الدكاترة كانوا منبهرين بقدرتها على التحمل قالوا إن الطبيعي رصاصة زي دي تموت أي حد الدكتور سألهم يا بتاكل إيه عشان صحيتها تبقى كويسة كده جون جان كان بيتحك وجونام ديو قالوا هي ما بتاكلش حاجة مميزة لكن بتاكل كتير في نفس الوقت فاق نام من الغيبوبة وكان في أحلامه جونام دو واللي عرف إن هو اللي في أيام الحاكم أتل يانغ أتله وخلص الناس من شاره جون جاي شكر صاحبه إن هو ساعده بالشكل ده واللي اتنين اتفاجئوا إن شيم فاقت من الغيبوبة في الوقت ده البلطاجي بيتابع الأخبار لكن مش فاهم إيه اللي بيحصل وحتى لما سمى خبر موت ابنه هو أصلا مش عارفه بعد ما شيم أخدت منه ذكرياته افتكر بس الدكتور اللي كان بيعالجه ولما راح لعنده طلب منه ينايمه علشان يقدر يعرفه ومين ولما نام حلم بالدكتور وعرف إنه هو كان الكاهن زمان الكاهن اللي عرفه إنه حيتولد من جديد لكن حيعيش عذاب مفيش حد يقدر يستحمله وغير كده شاف كمان في حلمه الشخص اللي قتله وعرف إنه هو قتله علشان ياخد بطار بابا لما فاق قال للدكتور أنت كنت عارف من الأول خالص وأكيد بتحلم زينا والفترة دي كلها عارف اللي حيحصل ليا هاجم عليه وكان عايز يقتله في الوقت ده دخل جون جاي وانقذ الدكتور البلطاجي كان حقيقة الجون جاي كمان بس الشرطة وصلت وكان معاه جونام دو البلطاجي بيبص على جونام دو وطبعا عرفه على طوله إنه هو اللي قتله أيام الحاكم هو اتفزع منه بيقول بيبصلي كده ليه ده أنا حتى معرفوش جون جاي خرج حبيبته من المستشفى ومسح كل الملف الخاص بيها كان خايف إن حد يكتشف أمرها طبعا لإن هي خفت على طول وده مش طبيعي في البيت اجتمعت العيلة كلها لكن شيم كانت طول الوقت مرهقة وتعبانة جون جاي عرف إنها بتموت ولما رجعتش للمحيط محدش هقدر ينقذها في اللحظة دي قرر يضحي بحبه ويسيبها ترجع تاني هي كانت خايفة عليه من ذكرياته معاها قالت له يمكن مقدرش أرجع لك تاني وتعيش بقيت عمرك متعز بغيابي ولما رفض إنها تمحي ذكرياته هي أصرت بسته وماحت كل ذكرياته معاها ومش هو بس كمان كل الموجودين في البيت عشان محدش يفتكرها خالص وبعد كده طلعت على بيت من جي وسلمت عليها وعلى أهلها كلهم وساحبت منهم الذكريات ولما وصلت عند الطفلة سلمت عليها لكن مقدرش تمحي ذكرياتها معاها ولما سألتها ليه أنت بالذات بتسمعي أفكاري وحتى مقدرتش أسحب منك ذاكرتك البنت قالت لها إنها بتحلم بيها عرفتها إنها كانت عايشة أيام الحاكم وإن مامتها حورية زيها بالذب علشان كده عندها قدرة تتكلم مع الحوريات رجعت شم على المحيط والصبح صحي جون جاي ولقى جنب سريره لقلقة وردية الدمعة السعيدة لشام البنت اللي اختفت خالص من حياته ومر ثلاث سنين جون جاي ساب النصب ودرس حقوق وبعد كده تعينه كيل نيابة جون نامده هو كمان بقى مدرس وتايتو كمان اشتغل شغل شريف والفترة دي كلها صداقتهم ما انتهتش بالعكس اضاف عليهم الشرطي بقى صديق ليهم جون جاي لما بيذكر بيقوله إنه مشتاء لها جدا ومش قادر يتحمل غيابها لغاية دلوقتي الكل مستغرب ومش فاهم هو بيتكلم على مين جون نامده قال إنه هو طول الوقت في قطه ما بيتكلمش مع حد بيطلع على المحيط كل شروق وكل غروب قال كمان هو نفسه مش عارب بيروح لإنك ليه بعد السنين دي كلها الحرية كانت مريضة جوه المحيط ولما استعادت صحتها رجعت تاني على الأرض كانت سعيدة جدا أول شيء عملته باعت اللقلق اللي تبقى لها ثلاث سنين بتشيله كانت عاملة حسابها إنها في يوم الأيام هترجع على الأرض تاني وهي قدام محلل الأسماك شافت بنت قالت لها أن هي عرفاها البنت كانت هتهرب منها لكن قالت لها انت حرية من المحيط ولما تكلمت معاها سألتها ليه وصلتي على الأرض البنت اللي بتكرر نفس القصة طلعت على الأرض لما حبت زيها بالظبط شيم قالت لها إن احنا كتير على الأرض وكلنا مش شبه الناس الطبيعيين قلوبنا غير قلوبهم شيم رجعت على بيت حبيبها ولما فتح شونام دو لها الباب بيبصلها ومش عارفها حتى رفض يدخلها ولما وصلت مامة جون جاي عرفت إنها عايزت قابل ابنها رحبت بيها جدا ودخلتها رغم إنها مش فاكريها جونام دو اتصل بجون جاي قالوا إن فيه وحدة حلوة عايزات وقبل ما يوصل على البيت جات مين جاي شيم عرفت منها إنها جاي تطلب الجواز من حبيبها طبعا اتفزعت إنها تطلب الجواز من جون جاي لكن مين قالت لها إن جون جاي قلبه مجروه ومتعلق بحد هو نفسه مش عارف هي مين اتطمنت جدا لكلامها حتى ما سمعتها شوية بتقول إنها تتجوز تايقوه وصلت جون جاي على البيت ولما شفته عينها كانت مليانة دموع لكن هو سألها انت مين وجايا هنا ليه وقال لها إن هو ما يعرفهوش لحظت إن حياته ماشية من غيرها وحتى مش فاكرها بص في عينها وقال لها امشي لإني عندي معاية شغل ولازم أخرج دلوقتي ولما خرج خرجت وراء بسرعة لكن ما لاحقتهوش تلجي نزل وهي كانت خايفة جدا قعدت على الأرض قرب منها جون جاي ومع الشمسية سمحة وهي بتقول لازم أرجع تاني للمحيط قالت كمان أنا مليش مكان في حياته وقف قدامها وقال لها عتمشي تاني وتسيبيني بتبصله مش مصدقة إن هو لسه فاكرها فعلا هي ساحبت ذكرته منه لكن هو كان عامل حسابي اليوم ده كان مسجل كل ذكرياته معاها من يوم ما عرفها وكمان كل حكايته مع الحاكم قال لها تلات سنين كل يوم بفكر فيكي علشان ما نسكيش أبدا لغاية ما افتقرتك وافتقرت كل ذكراتي معاكي أنا الوحيد في العالم ده اللي فاكرك ومش ممكن أنساكي قال لها استنتك كتير ترجعي ولما قالوا إن فيه بنت عايزك ما كنتش مصدق أخيرا حشوفك تاني بعد السنين دي كلها أخدها على قدتها وكل حاجة زي ما هي زي ما ثابتها بالزبط قال لها أنا اشتريت البيت ده علشان لما ترجعي تعرفي مكاني في الوقت ده قربت منه علشان تبوسه هو كان مرعوب منها كل ما تبوسه تمحي ذاكرته بس هي المرة دي وعدته إنها مش هتعمل حاجة اللي اتنين اتجوزوا وأخد بيت لها بعيد عن الناس البيت اللي كان جنب المحيل عاشه في سعادة مع بعض كان بيشتكي من أكلها الكتير قالت له مش أنا اللي باكل ده ابني اللي في بط وعدته إنها تجيب له لقلق من دموحها علشان تساعده في المصاريف بس هو قال لها من يوم ما تجوزنا وانتي بطلت تعياتي ضحكت وقالت له هحاول اعتمد علي جون جاي عاش حياة صعبة جدا بداية من انفصال مامته وباباه ومعاملة زوجة القب السيئة لي عاش في الشارع وعاش أيام قاسية جدا لكن قال بعد كل ده جي الحب الحقيقي لغاية عندي الحب اللي خلينا عيش الحزن بس كمان خلينا عيش السعادة